السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلاخر وانتوما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات رجعت لكم بطلبية جديدة وفيديو جديد طلبية ديه اليوم البنات كان عندي فيها كيكا اللي غاد نحضرها بعصير البورتقال او بكريمة البورتقال كتجي رائع هاد الكيكا لا بشكل ولا في المعداق وكان عندي بريوش او بتيبان هاد نحضرهم بعجين او حدا كيجي وزوينين اقتصاديين بيدون بيض هاد نشارك معاكم هاد ثلاثة ديال الوصفات اللي كيجي ورائعين واقتصاديين باش حتنتوما تجربوهم الوليداتكم او تقترحوهم عن الكليينت ديالكم وصفات اللي كيجي وناجحين وزوينين واقتصاديين غاد نشاركو معاكم ان شاء الله بجميع التفاصيل بجميع النصائح باش حتنتوما من اول مرة تجربوهم وينجحوا معاكم انتمنى الفيديو ديالي ومعجبكم وانتمنى باش تعونوني بلي لايك الله يجازيكم بالخير عونوني بلي لايك وبرتجيوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وما تنسوش لك انت هادي اول زيارة ليكم للقناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وما تنسوش تكملوا الفيديو حتى الاخير باش شوفوا معايا جميع التفاصيل باش غاد نخدم هاد الكومونت شوفوا معايا التمن باش غاد نخرجها غادي اندز معاكم للمقادير بسم الله على بركة الله هنا في الأول غاد انحضر معاكم الكيكة لدي زوج ديل البيضات البادي يكون متوسط عندي كاس ديل سكر مع مرش معبر بالكاس ديل العنبا عندي كاس ديل زيت نباتية معبرvidia بالكاس ديل العنبا عندي كاس ديل عاصر ديل البرتوقال عصرت البرتوكال وعبرت كصونس وعندي هنا هي القشرة ديال البرتوكال إلا ما كانش عندكم القشرة ديال البرتوكال تستعملوا الفاني عندي واحد القبيسة ديال الملحة وعندي زوش خمارة حمر كل وحدة فيها 8 جرام وعندي الدقيق 3 ديال كيسان ديال الدقيق مع بورين بالكاز ديال العنبة تكون نوعية مزيانة ديال الدقيق ويكون مغربل سفي هدهما المقادير اللي غادي نحتاج في الكيكا غادي نجيب واحد لإناء غادي ندير فيه زوج ديال البيضات قبيسة ديال الملحة قشرة ديال البرتوكال وكاز ديال سكرح وبيبات سوف نضع المشد per animals بالبعد مع السكار يمكن أن تضيف okays وضيف them الاجتماعي يمكنك ال wielو있 يمكنك فرحة نضع الدوية حتى الم vegetberg ايبان الى خلطة الزيت يبان اضيفت بزيط لتضطيع زيت من مكونات بعد مهمة الزيت بعد مهمة الوضع زيت كاسونس اضيفت بعض الزيت يضيفت دفوع ونقسمه على زوج دفوعات ونضيفت دفوعات الأولى نضيفت زوج خمارات حمر كل وحدة فيها 8 جرام ونغرب الدقيق كنت اغرب له فوق من الخليط لكيك مهوي وزوين هنا بعد ما غربت الدقيق والخمارة نخلطهم مزيان حتى تخلط لديك الخمارة والدقيق مزيان مع الخليط هنا تحصل على خليط اللي كيكون مخفيف خليط اللي كيكون مقادمة بالنسبة لثلاثة الكيسان ديال الدقيقة لهم يأتيوني شان في هات المقاديل اللي شاركت معاكم جبت هاد المول فاشغا دين طيب الكيكة ديالي مول ديال القرانيت مول اللي كييجي فيه الكيك زوين وشكل ديالو زوين بالنسبة لهاد المول لبنات هديش حال كانوا غالين اليوم راهم نقصوا فالتامن بالنسبة لهاد المول هادا راني شريته بخمسة وسبعين درهم تامن جد مناسب دهنت هاد المول بشوية ديال الزبدة ورشيته بالدقيق حيط اللي استعمال ديالو اللوول خفتي ليسقلي دهنته ورشيته بشوية ديال الدقيق وهناك كانعليلي يديالي وكانخوي الخليط ديال الكيك كنخويه كامل في هذا المول وغادي ندخل المول ديالي للفران بالنسبة للفران البنات راني شعلها من قبل هدي ندخل الكيكا ديالي الفوق في الفران على نار اللي كتكون ميهي لها حتى كتشوفوا الكيكا ديالكم طلعت مزيان ضعف الحجم ديالها ودهبت مع الجناب عاد كتهودوها لتحت تكمل الطياب وتزيد تحمر فوق من لوجه ديالها هنا هين بعد ما دخلت الكيكا للفران هدي ندوز هنا يا المقادير ديال اللي بتيبان أو القرص بالنسبة للمقادير كانحتاج هنا 600 جرام ديال الدقيق أو الفارينة تكون نوعية مزيانة ويكون دقيق مغربيل شحال مس عملتو نوعية مزيانة ديال الدقيق اي حاجة صوتوها كتجيكم زوينة عندي واحد نصف معلقة صغيرة ديال الملحة وعندي ثلاثة المعلقات ديال سكر حبيبات معلقة الكبيرة اللي كاناكلو بها عبرت بيها ثلاثة المعلقات بالنسبة للحلاوة بغيتو تديرو ثلاثة المعلقات وإلا ما تبغيتوش حلاوة كتنقصو من هاد العبر اللي اعطيتكم عندي واحد المعلقة كبيرة من سوحة ديال الخمارة الفورية معلقة كبيرة ديال الزبدة زبدة خاصة بالأكل استعملت هنا يا سنترال وعندي معلقة كبيرة ما بين نافع وحبة حلاوة وعندي هنا يا 300 ميليليتر ديال الحليب بالنسبة للحليب اللي بنات دفيته واحد شوية باش غدي نشمع العجينة ديال كما كتعرفو هاد الوقت شوية لحال بارد باش العجينة ديالي في السحة تخمر سفي هادو هم المقادير اللي غادي نحساج فالإناء كيما اشتو معايا عندي 600 جرام ديال دقيق زبت عليها واحد شوية ديال الملحة لتطلي معلقة ديال سكرح وبيبات معلقة كبيرة ديال الخمارة الفورية وكان بقى نجمع العجينة ديالي بالحليب هنا في الول نضيف الحليب وكان بقى نجمع العجينة ديالي غي شوية بشوية حتى نجمعها هنا هي العجينة كتعجنو العجينة ديال الخبز ما تدروهاش قاسحة وما تدروهاش ججارية بالنسبة لهذا الحليب لذكرت معاكم 300 مليليتر ديال ديال الحليب رها غادي جيكمني إيشان في هاد 600 غرام ديال دقيق صافي هنا بعد مجمع العجينة ديالي كما اشتوا معايا عجينة ديالي كتجي تلسق وشده فرازها هنا كنحط العجينة ديالي فوق سطح العمل كنضيف عليها ديال المعلقة كبيرة ديال الزبدة وكان قاندلكها بدك الزبدة مزيان حتى كتدخل فيها ديالك الزبدة كتدلكوها هنا كتجمع وخا كتكون العجينة تلسق ومرخوفة ميكتضيفو لها الزبدة وتبقا ودلكوها راها كتتجمع وكتساعدكم في الخدمة مكتبقاش تلسق هنا كما اشتوا معايا كان قاندلك العجينة ديالي شوية بشوية وكان قاندخل فيها ديالك الزبدة حتى كتتلبس كاملة بديك الزبدة وكترجع عجينة اللي كتكون ارتبا وشده فرازها بعد مدلك العجينة ديالي واحد شوية ما تاخدش منكم شي مجهود ولا وقت كبير كتدلكوها واحد شوية كتكون واجدة كتدخلو فيها هذه الزبدة اللي كتضيفوها لها بعد ما جمعت العجينة ديالي كتحصلوا على العجينة اللي كتكون رطبة وزوينة هنا جبت هذا الإناء درت فيه العجينة ديالي غد نغطيها بلاستيك غذائي باش نخلي العجينة ديالي تخمر بعد ما نخليها 21 دقيقة أو 25 دقيقة كما تعرفوا الحل بارد حتى تخمر على خطرها ويضع في الحجم ديالها بعد ما طيبت الكيكا ديالي ووجدت هذا هو شكل ديالها بعد ما كتطيب كيكا محمرة ومجمرة على حقها وطريقها بالنسبة لذلك العاصر ديال البرتوقال كيعطيها حتى اللون كتجي محمرة وزوينة هنا يقلب الكيكا ديالي في هالطبصيل كيكا البنت اللي كتجي رائع وكتجي زوينة بزاف في هاد المول ديال البرتوقال كيعطيها شكل زوين كي مجتم معايا كتجي محمرة كي من الداخل كي من برا بالنسبة لهاد المول البنت راح تقيل كي يجي فيه الكيك زوين بزاف هنا حيتها من المول غدي نخليها تبرد باش غدي ندوز نصاوب الكريمة ديال البرتوقال بالنسبة للمقادير ديال الكريمة غدي نحتاج فيها نسيترو ديال العاصر ديال البرتوقال عصرت وصفيت وعبرت به نسيترو ديال العاصر عندي هنا زوج معلقات كبار ديال سكور حبيبات بالنسبة سكور البنت تزيد ونقص أنا هنا استعملت زوج معلقات حيت عندي العاصر حلو عندي زوج معلقات ديال الميزينة معلقة الكبيرة عبرت بها زوج معلقات كبار عندي هنا درهم عادي بدون النكهة سفي هدوما المقادير اللي غدي نحتاج فهذا الكسر كي ماشتوا معايا عندي سيترو ديال العاصر ديال البرتوقال زوج معلقات ديال سكور حبيبات زوج معلقات تكون مية لو ما كان حبيبتش نهائيا من التحرك حتى تعقد ليا هاد الكريمة خسكم تحركوا مزيان باش دا نشا ما يهبط لتحت وتحرك لكم الكريمة بالنسبة للمول البنات منحية منو الكيكة غسلتوا ونشفتوا مزيان وكن ندهل المول بشوية ديال الزيت باش من دير فيه الكريمة ونجي نقلب الكيكة ديال ميلا ديال ونرمد هنا المول ديال هنا بعد ما قدت الكريمة مباشرة نخويها في المول وهي سخونة نهز الكيكة ديال كيف مكنت في المول وكن نضغط عليها مزيان حتى تطلع الكريمة مع الجناب نضغط عليها على هالطريقة تبقى تضغط و تطلع الكريمة مع الجناب هنا ونضغط الكيكة بلاستيك غذائي وندخل ها للتلاجة ونخليها ثلاثة ديال السويع لتحت في التلاجة حيث هذا كوموند كانت مزروبة خدمتها في النهار ودتها الكليانة إذا كان عندكم الوقت تخلي الكيكة ديال كتر من ثلاثة السويع أو تخلي ها تبات ليلة كاملة كيكة كيكة التي قسمت العجينة ديال على زوج لنخرج بها زوج ديال الشكيلات الشكل اللي خليته هكذا وشكل الثاني ضفت له المعلقة كبيرة ما بين نافع وحبت حلاوة ونضخل فيها الزرار اللي ضفت ونغطيها ونخليها ترتاح ونضغطيها ونحضره معاكم سنقوم في هاد القواليب اللي نحضر فيهم الحريشات ونحضر فيهم ليكيش كيجي شكل ديالهم زوين دهنتهم بشوية ديال الزبدة وكنهز العجينة ديالي نشكلها وكنحطها في هاد لمول هادو بالنسبة لهاد العجينة غادي تعطيكم 12 حب ديال البريوش وكيجي وزوينين في هاد لمول هادو وكيجي شكل ديالهم زوين هنا نقسم العجينة ديالي بلا ماء بلا زيت نقسم ها عادية وكيجي تكون العجينة تلسق تتحكم فيها يعني تقسم ها بسهولة هنا بعد مما قسمتهم وقديتهم نقن ندلي ديالي في الماء ونقرسهم أو نبسطهم باش ما يجيو شعاليين باش يعطيوني الشكل اللي في هاد ليمول يخرجوا لي في البريوش تقود قرسهم بالماء حيث هاد العجينة تلسق كتديرو يدكم في الماء وكتبسطوها باش يجي الشكل ديالهم مقد هنا بعد ما بسطهم كاملين نديرهم في واحد اللاطة ونخليهم يخمروا حتى يضعف الحجم ديالهم هذا الوقت من كتفرقوا البريوش ديال كما تخلي وش يخمر بزاف غير الوقت حتى تسالي العجينة الثانية سوف يكون واجد هنا بعد مساليت نديرو هنا في اللاطة ونخلي البريوش حتى يخمر وندوز العجينة الثانية والأخيرة بعد ما ارتاحت جبت هنا هاد اللاطة فرشت ورقة الفرن تفرش اللاطة ورقة الفرن أو الدهن بالزيت وطرش ها بالدقيق وكتبقى وتحطوا القرص ديالكم رهما يلسقوا متى شي حاجة هنا نديرو في الماء ونقسم العجينة ونضع فرن قرص أو قريش صغار ومشي كبار بزاف نديرو مقاد بالنسبة لها العجينة ستعطيكم 12 حبا من القرص أو قريش لات بالنسبة للعجينة اللي شاركت معاكم 600 قرام ديال بقي قرها ستخرج لكم 24 حبا كل شكل يعطيكم 12 حبا هنا نبسطهم كما نديرو في الماء ونبسطهم مزيان باش ما يجيوش هاد القريش اللي هات مقببين خصكم تبسطوهم باش من دخلهم للفران يطلعو يجوز وينين إلا خليتوهم بلا ما قرصتوهم أو بسطوهم من دخلهم للفران غادي تشقو وما يجيش شكل ديالهم زوين هنا غادي نخليهم يخمرو المرة الثانية هنا غيسالة القريش لادست مباشرة البريوش مبعد مما خليتو خمر غادي شوية غادي ندوز هنا باش غادي نزينو وندخلو للفران عندي هنا واحد البيضة كاملة وعندي هنا كوكا وإيفيلي وعندي الكونفيتير الفريز بالنسبة للكونفيتير الكونفيتير كان عندكم تقدرو تستعمله دربت البيضة مزيان حتى تخلطت مزيان بالنسبة للبيض ما ضفتلو حتى شي حاجة غير البيض بوحده وكان مقند الوجه ديال البريوش ديال مزيان ما نخلي له حتى شي بلاصة باش يجي الوجه ديال ومحمر وجنب ديال ومحمرين وغادي نضفق من الوجه ديال كوكا وإيفيلي بالنسبة لتزين البنات اختياري باش ما بويتو تزين البريوش ديال تقدرو تزين بكوكا وكوكا او بلوز ايفيلي او بكوكا ايفيلي انا هنا يزين بكوكا ايفيلي كنزين لوجه ديال وكان تبت مزيان ذاك الكوكا ايفيلي فوق من الوجه ديال البريوش كنلسق فوق من ذاك البيض باش من يطيب حفيرة هنا في الوسط وانتو ما كيبقى لكم الاختيار باش ما بويتو تديرو حفيرة في البريوش ديال كنزل بشي قفالة او بها تجرار ديال شباكية هنا بعد ما درت فيها في هذو الحفيرات كان عمرهم بلكون فتير ديال الفريز انتو ما يكون فتير كان عندكم تقدرو تستعملو هنا بعد ما عمرتهم بلكون في تير وساليتهم غادي ندخلهم للفران بالنسبة للفران البنات رانيش عليها من قبل هادي نديرهم الفق في الفران حتى يطلعهم زيان ويضعف الحجم ديالهم الطيب ديال البنات ما كتديرو نار اللي هي مهي لكتديرو نار اللي هي متوسطة كما كتطيبو الخبز باش يجيكم بريوش بريوش ندهلهم مزيان ما نخليهم حتى بلاسة باش يجيوا محمرين مع الجناب من الفوق وندري لهم فوق من الوجه ديالهم شوية ديال زلجلان بالنسبة لزلجلان ربنات ما حمرتوش غيخضر غادي ندخلوا للقريش لات أو القرص يطيبوا في الفران وغادي يتحمر فوق من الوجه ديالهم ذاك زلجلان نفس الطريقة كندهن القرص مزيان بالبيض ما نخليهم حتى بلاسة وكندري لهم فوق من الوجه ديالهم زلجلان وغادي ندخل لطا ديالي الفوق في الفران على نار اللي كتكون متوسطة باش هاد القرص يجيوا روطب وزوينين كتديروا نار متوسطة كما اذكرت معاكم كما كتطيبو الخبز بعد ما طيبت البريوش على البنات هدا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيب كيجي محمر ومجمر كيما شتوا معايا كيجي محمر كيمن التحت كيمن الفوق كيجي بريوش اللي هو مقطن وزوين بزاف غي جربوه صدقوني غادي يعجبكم بزاف بريوش اللي اقتصادي وكيجي زوين بزاف لفش شكل اللماعن من الفوق هادي ندهنو مزيان ما نخليلو حتى شي بلاصة باش يجي فيه ذا اللماعن وغادي نديرو هنا في البلاطو باش غادي نعطيه اللي كلينا بريوش على البنات اللي كيجي خاطير زوين بزاف مسالية البريوش حتى القرص طابو ووجدو هذا هو وشكل نهائي ديالهم كيجي محمر ومجمرين كيجي شكل ديالهم زوين وحتى الماداق ديالهم كيجي زوين بزاف بالنسبة لهاد العجين البنات اللي شاركت معاكم مرها اقتصادية وكيجي هاد البريوش او القرص كيجي بنان وزوين غي جربوا هالطريقة اللي شاركت معاكم غادي تعجبكم بزاف واقتصادية كما شتو معايا وغادي ندوز هنا باش غادي نقلب الكيكا ديالي بعد ما دست عليها ثلاثة ديال سوائع خليتها ارتحت مزيان وبدت بها هي اللي ولا هنا كنتأكد بلا الكيكا ديالي مرهاش لاسقا وغادي نجيب هنا كارطول خاص بالكيكات وبالطرطة وكن نقلب الكيكا ديالي كنقلب ها كننحيد هاد المول بسهولة ما كيلصق متاشي حاجة متكون دهنين المول ديال بزيت ما كيلصق متاشي حاجة كتحيد الكيكا ديال بسهولة هنا غادي نزيل الكيكا ديالي بهاد ليسو غيز في اللون الأخضر زين بسط وكيجي زوين وهذا هو شكل ديال الكيكا بعد مثالية الوصفات هدا هو شكل النهائي ديال هم كيجي وزوين اللف شكل ولا في الماضاق بالنسبة الكيكا البنات اللي درتها في المول ديال القرانيت كيجي شكل ديال هزوين وحتى الماضاق كتجي رائعة كتجي تشهي نتمنى حتى انتم ما تجربوا هاد الوصفات ويعجبوكم تمن باش خرجت الكيكا خرجت بستين درهم تمن جد مناسب تمن باش خرجت البريوش والقرس خرجت هم بدرهم ونص للحبة نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ونتمنى باش تعاونوني وبسلام عليكم الى فيديو جديد